السلام عليكم. يعطيكم العافية. وصلتني ثلاثة اسئلة مهمة اللي هي كالتالي. السؤال الاول يقول لك ما هو الفرغ بين الشير الموجب والشير السالب. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني ما هو الفرغ بين المومنت والدفلكشن. السؤال الثالث يقول لك ليش اذا كان الشير يساوي صفر يكون المومنت اقصى قيمة. هذه ثلاثة اسئلة مهمة راح نجاوبهم ثلاثتهم. بس مبدئيا قبل الله نجاوب راح نشويا نتكلم وين هو الشير الموجب وين هو الشير السالب وشنه هو المومنت. راح ناخد سؤال سريع راح نجاوب فيه. على فرض ان كان عندي جسر بهذا الشكل. جسر بهذا الشكل. وكان عندي مني سببورت هنج. وكان عندي في هذه المنطقة سببورت رولر. واثر علي في المنتصف بقوة مقدار هبي. وطلب من عندي ارسم رسمة الشير ورسمة المومنت. جيت ارسم رسمة الشير في الخط اللي هو ورسمة المومنت في المنطقة اللي تحت اوكي. كما هو معروف ان رسمة الشير راح تكون. اه طبعا الرياكشنات اذا جيت اتحللها راح يكون عندي رياكشن. اكيد في المنطقة هذي. اوكي. نسمي اي واي. وراح يكون عندي رياكشن في المنطقة هذي اكيد اسمه بي. واي. طبعا نفسنا مو معارفين احنا اذا جينا نرسم. او نحلل الشكل هذا شون. راح اجي اصعد لفوق. في هذي المنطقة. في هذي المنطقة راح اجي اصعد. في هذي المنطقة راح اصعد. اوكي لفوق. بسبب وجود الرد الفعل اي واي. بعدها راح امشي مستمر لحد ما اوصل القوة بي. بعدها راح انزل بشكل مستقيم. بعدها راح تمشي القوة كالتالي بشكل مستقيم لحد ما اوصل اخر النقطة. بعدها يدخل تأثير رد الفعل بي واي. وتسكر الشهر. راح تصير عندي مني صفر في البداية. والنهاية صفر. اوكي. طب راح يكون هنا تأثيره. وهي تأثيره نيجي. ممتاز. اذا جينا نرسم رسمة المومنت. راح نلاحظ طبيعي انه. منطقة الزيرو شير. هذي منطقة الزيرو شير. راح تقابلها قيمة ماكسيمم مومنت. فلو جينا نرسم المومنت. راح هرسم طبعا انا النيكتف فوق والبوزيتب تحت. طبعا تقدر بتعكس براحتك. اوكي. فراح اقول بهذا الشكل. راح تكون عندي الرسمة الاولى. بعدها راح يدخل تأثير الشير السالب. راح تصفر معي. اوكي. اه فالمومنت كله قيمتها بوزيتب. هذي مقدمة يعني عشان نكون متفغين فيها. وعارفين هذي رسمة المومنت. نزيل. الحين راح نبدأ نجاوب على الاسئلة. يقولك ما هو الفرق بين الشير الموجب والشير السالب. اه لاحظ ان الشير الموجب هو الشير اللي رسمناه فوق. اوكي. الشير الموجب هو الشير اللي رسمناه فوق. كما هو بيين بالشكل. والشير السالب هو الشير اللي رسمناه تحت. نزيل. شنو هذي المسميات؟ هذي المسميات لا تعني إلا أنها مسميات فقط يعني تقدر تبدل الموجب تسمي أي اسم من ثاني والسالب أي اسم ثاني كيفك براحتك بس ليش نسمي موجب ونتسمي سالب بذذات؟ يعني إذا بنرجع الموجب نقدر نقول هو الشيء الإيجابي الموافق للأمر السالب هو الشيء العكسي السلبي المعاكس للأمر أوكي استوعوا بالنطقتين هذه راح أبين لك الحين ليش هني إيجابي موافق للأمر هني عكسي معاكس للأمر من وين إجتت يعني هذه الفكرة راح أطيك مثال بسيط على فرض كان عندي جسر كالتالي أوكي عندي نفس الجسر ما له أوكي وعندي مني رولر أثرت عليه بقوة قلت لك تخيل لشكل الجسر هذا شن راح يكون بعد تأثير القوة منطقيا راح تقول لي أن الجسر سبورت من مكانه ما راح يتغير والرولر من مكانه ما راح يتغير أوكي لكن الجسر راح يصير فيه إنحناء بهذا الشكل صح ولا لا بسبب تأثير هذه القوة سببت إنحناء للجسر للأسفل إذا جئنا نرسم الخط الأصل الخط الأصل كان في هذه المنطقة أوكي لاحظ الجسر نزل بمقدار معين صح ولا لا نزل سبب هذا المقدار نزولة شنو؟ بسبب وجود القوة هذه منطقي ولا لا نزل هل هذا الشكل هو الشكل الإيجابي؟ هل هذا هو الشكل المنطقي فعليا يعني مثلا كان عندي سبورت سبورت وفعليا القوة راح تكون باتجاه من الآلة إلى الأسفل طبيعي يعني لو كان هناعامود أوكي وكان هناعامود وكان بينهم مربوط الجسر طبيعي القوة راح تكون من أعلى إلى أسفل فطبيعي راح يكون الانحناء بهذا الشكل. هذا الشيء طبيعي متوقع. فهذا نسميه شيء ايجابي. اوكي. زي. فراح نتفق ان هذا الشيء هو البوزيتف. اوكي. خلني نبلش. زي. راح اعطيك شيء ثاني. اللي هو النيكتب. شن هو النيكتب. لو كان عندي هنجي بهذا الشكل. اوكي. مربوط في جسر. والرولر بهذا الشكل. اجد قوة اثرت من تحت لفوك. اوكي. القوة اثرت من تحت لفوك. شون راح يكون شكل الجسر بعد تأثير هذه القوة? راح يكون كالتالي. راح يكون عندي وجود الهنجي مكانة. الرولر مكانة. لكن الجسر راح يصير صعد الى الاعلى. بسبب تأثير القوة. بسبب تأثير القوة من اسفل الى اعلى. سببت انحناء الجسر الى اعلى. صح ولا? فلو جئنا نسم خط الاصل. راح يكون في هذه المنطقة. فلاحظ ان الجسر صعد الى اعلى. صح ولا? الجسر صعد الى اعلى ارتفع الى الاعلى. هل هذا الشكل ايجابي ام سلبي? طبيعي لو كان انا عندي عمود الرولر والهنجي مثلون اعمدة يعني. لو كان عندي هذا عمود وكان عندي عمود في في الجهة الثانية وكان عندي جسر. هل من الطبيعي او الشي المتعارف عليه ان يعني قوة تيجي من تحت لفوق وترفع الجسر الى اعلى? طبعا لا. طبيعي ان المعلوم انه شنو انه يكون عندي عمود نوس ما قلناه. الجسر القوة تيجي من فوق الاسفل وتخلي التقووس يكون الاسفل. فبالتالي هذا الشكل هو الشكل السلبي. المعاكس للواقع. اللي حالة نادرة يعني غير الحالة الطبيعية اللي احنا نعرفها. فبالتالي راح اطرح عليه شكل راح اسميه نيكتب. اوكي? نيكتب بوزيتب. انزل. شنو علاقة هذا الشرح والكلام اللي قاعد اقول انا هذا كله كامل بوزيتب نيكتب بالرسمة هذي. العلاقة ووثيقة جدا. وهذه الرسمة هي تعبر عن رسمة شيلو المومنت. اشلون? خلنا معاك خطوة في خطوة. احنا قلنا هذا الاحين هو الشكل صح ولا لا? انزل. اذا جيت اخذت هذا الجسر. اخذت القطعة هذي بالمنتصف. اوكي? لاحظ معي اخذت القطعة الموجودة هذي. راح ارجع ارسم بوزيتب مرة ثانية تحت. اوكي? خليك معاك. طبعا انا قاعد اشرح شوي بزيار بس على الاساس ان الفكرة توصل بشكل كامل. اوكي? كان عندي الجسر في هذا الشكل. قلنا اثرت في قوة مقدار بي. الجسر راح يتقوس بهذا الشكل. او اللحظة. راح تقول. خلي ما تغي. تقوس في هذا الشكل. اوكي? راح اقول لك. انا راح اخذ النقطة هذي. اوكي? دم رسمنا رسمة الشير والمومنت لها. اذا تذكر. اذا كان رسمة الشير. كان تصعد لفوق. نازل للتاحث. اوكي كان مني بوزيتب. مني نيكتب. انزل. لاحظ معاي المنطقة هذي. شنو صار للجسم? احنا كما هو معلوم الشير شنو? الشير عبارة عن اذا كان هذا خط الاصل. اوكي? هذه كان قوة. هذا كان جسر اوكي? وهذا خط الاصل. الشير شنو عبارة عن? عبارة عن الجزء الاول يصعد لفوق. والجزء الثاني المتصل فيه ينزل هذي ينزل لتحت. اوكي? لاحظوا المنطقة هذي منطقة قص. جزء ارتفع فوق. والجزء الثاني نزل لتحت. اوكي? هذه هي هي معنات كلمة شير. قص. نص الجسر يصعد لفوق ونص الجسر ينزل لتحت. اوكي? نزل. قلنا راح نشوف المنطقة هذي. اذا بارسمها كأنها بي. فعليا. اوكي? راح اخذ المنطقة قلنا هذي. راح اخذ وارسمها. اوكي? اشان راح تكون عندي? وراح تكون عندي بهذا الشكل. اوكي? تحت تأثير الاحمال. صارت مقوسة بهذا الشكل. اوكي? نزل. انت الحين اريدك تركز معي في النقطة هذه. لاحظ خط الاصل وين? هذا الخط. هذا خط الاصل. اوكي? هذا خط الاصل. فالمنطقة هذي شن صار فيها? صار فيها? غبوط. صح ولا? المنطقة هذي شنو نقدر نقول تأثير القوة كان اعلى الى الاعلى. اوكي? هل هذا هو الشكل الواقعي? ولا الشكل المواقعي? طبعا هو الشكل الواقعي. لان قلنا ان تأثير القوة بهذا الشكل يسبب عندي هبوط من المنتصف الى الاسفل. هو الشكل الواقعي. فلما اخرت الجزء هذا وحلالت صار عندي بهذا الشكل. ممتاز. فلاحظ انه المنطقة اليسار الى الاعلى والمنطقة اليمين الى الاسفل. هذا هو الشيء اللي نسميه positive shear. positive shear. اوكي? لكن لو جينا. طب انا راح نسميه positive shear. شنو هو النقطة? في المقابل لو اني جيت اخدت الرسمة الثانية اللي عندي. كان عندي بهذا الشكل. عندي سببورت هنج و سببورت رولر. اوكي? اثرت عليه بقوة الى الاعلى. الشكل شن راح يصير? راح يكون عندي الهنج كالتالي والرولر كالتالي راح تسعد القوة الى الاعلى. قلنا خط الاصل راح يكون بهذا الشكل. نحضر الرسمة شوي كانوا متساوية. سوري. الرولر في هذه المنطقة. اوكي? راح يصير رولر بهذا الشكل. خط الاصل وين? راح يصير عندي. بهذا. هذا خط الاصل. ممتاز. انزل. فقلنا هذا الشكل مطبيعي. ليش مطبيعي? لان الجسر صعد فوق. العادة اللود لتحت يعني. لكن في الحالة هذي اجي اللود لفوق. فالجسر تقوس الى الاعلى. فنفس الفكرة راح اجي ااخذ المنطقة هذي. وارسمهم. اوكي? راح يكون عندي الشكل. الجسر بهذا الشكل. اوكي? راح يكون عندي متقوس الى اعلى. اوكي? لاحظ وجود الشير في هذه المنطقة. الشير في هذه المنطقة صعد الى الاعلى. لكن في المقابل هذه النقطة كان تأثيرها الى الاسفل. اوكي? هذي تتسمى نيكتف شير. اوكي? نيكتف شير. فليش لانها حالة عكسية للواقع. حالة عكسية للواقع. الواقع انه يكون هذي لفوق هذي لتحت. اوكي? لكن بما انه هذي عندي لتحت وهذي لفوق هذي تسمى شير نيكتف اوكي? فمصطلح بوزيتف ولا نيكتف شير يدل على اتجاه الحركة. التأثير القوة. لازم انت تفهم المغزم عندها. بغض النظر عن الاشارة السالبة موجبة. حتى اقدر اسمي الاشارات باي اسم ثاني قيل الاشارات. بس انت لازم تعرف مدلول هذا الامر. اوكي? فنكتف شير مدلولة ان الجسم يتحرك بطريقة معاكسة للواقع. البوزيتف شير بطريقة مقاربة او مطابقة للواقع فعليا. اوكي? انزل. فلو رجعني لرسمة الشير والمومنت. لاحظة هني عندي. هذي بوزيتف شير. فلو جيت هني في الواقع هذي رح تكون لفوق صاعدة. طبعا. هني بلشت نزلت لتحت. اوكي? فلو خلنا حط باللون الاسود. وخلنا اخذ لون اسود. اوكي? خلنا اخذ هايلايت. لاحظة المنطقة هذي لهوك. او لا كبير هذا. خلنا اخذ لون هايلايت. اوكي? لاحظة المنطقة هذي تصعد لهوك. ممتاز. والجزء هذي تصعد لتحت. فبالتالي هذا شنو؟ بوزيتف شير. نفس ما هو مبين عندك بوزيتف شير. لانه مقارب او مطابق للحالة اللي تكلمنا عنها. هذي حالات البوزيتف. اوكي? اللي هي البوزيتف رح يكون يسار فوق يمين تحت. اوكي? لاحظ. يسار فوق يمين تحت. اوكي? الحين الشير السالب نفس الشي بما ان هني اشوف هني اجه تحت. وهني اجه فوق لانه صعد للصفر وصكرة. هني القوة ممشت وصعدت لفوق سكرت. صعدت الاتجاه هذا. فبالتالي يسار تحت ويمين صعد لفوق. هذا لاحظ. يسار تحت يمين فوق. يسار تحت يمين فوق. هذا اللي هي التميه. فهني واضح الفرق بين الفرق والفرق بين يعني في المنطقة هذا الشي مشه بشكل طبيعي مطابق للواقع. احني مشه بشكل المعاكس للواقع. يعني هذا اخو نقول بشكل تقريبي احاول اوضح الصورة لكم. نزيل. فبالتالي الحين احنا جاوبنا على ما هو الفرق بين الشير الموجب والشير السالب. اوكي? طبعا الكلام يطول لو اني بتتكلم بين الفرق بين الشير الموجب والشير السالب. يعني ما تنتهي المعلومات الى هذا الحد. مستمر الامر. اه الشي الثاني طبعا. نتكلم ما هو الفرق بين المومنت والدفلكشن. المومنت عشان تفرق بين المومنت والدفلكشن. شنو المومنت وشنو الدفلكشن? اذا جيت انا اتكلم عن المومنت. راح اقول لعندي المومنت. وحدتها شنو? مرات في بعض الامور تعرفها عن طريق وحداتها. اليونة تباحة راح يكون كيلو نيوتن اللي هي تمثل شنو? قوة. اوكي? في المسافة. اوكي? فبالتالي اذا قلنا مثل كيلو نيوتن مضروف في المسافة. كيلو نيوتن في متر مثلا. او اي قوة اي واحدة قوة في مسافة. اوكي? فبالتالي انت تشوف كيلو نيوتن في متر. شنو معناته? معناتها قوة في مسافة. هذا معناته عزم الالتواء. عزم الانحنان. شنو عزم الانحنان? نرجع لنفس الجسر اللي رسمناه فوق. اوكي? على فرض انا كانت عندي نفس ما قلنا الجسر هذا الشكل. اوكي? كان عندي الرياكشن عندي الهنج مني وعندي الرولر. وكانت عندي قوة اهني. اوكي? لاحظ وجود القوة هني. وجود القوة هذا الرياكشن الاي واي قاعد يسبب لي مومنت. الاي واي قاعد يسبب. طبعا عند النقطة هذه الاي واي قاعد يسبب مومنت هنا. عند النقطة هذه الاي واي قاعد يسبب مومنت هنا. عند النقطة هذه الاي واي قاعد يسبب مومنت هنا. بس لاحظ انه في المنطقة هذي يدخل بس تأثير الاي واي لكن لو رحت المنطقة اللي واره رح يدخل عندي تأثير الاي واي ورح تدخل عندي تأثير القوة الموجودة هنية فراح يكون عندي تأثير قوتين انزل فالمومنت هو معناته عزم دوران عزم انحناء لم اجي ارسم رسمة المومنت لهذا الشكل او يعني خنقول ارسم فعليا شنو رح يصير في الجسر تحت تأثير القوة الموجودة هنية شنو فعليا رح يصير بالجسر رح يشوف ان الجسر رح ينزل بهذا الشكل صح ولا لا شنو سبب نزوله بسبب وجود القوة اي واي اوكي فلو جيت اخدت النقطة هذي على فرض لاحظ الاي واي اثرت على النقطة هذي تحت ناس ما تقول قوة اثرت يعني ضربتها خلتها تنزل للاسفل اوكي لاحظ هذا معنات مومنت المومنت شنو سبب قوة اضغطت على الجسر في المنطقة هذي سببت نزول الجسر الى الاسفل هذي معنات المومنت اوكي انزل شنو معنات الدفليكشن الدفليكشن اذا جاينا نتكلم عنه الدفليكشن وحدته شنو متر او ملي متر او اي وحدة مسافة فبالتالي هو مسافة فقط هو مسافة الدفليكشن مسافة شنو يعني مسافة يعني فعليا الجسر كم نزل نزل واحد سانتي متر نزل واحد ملي متر كم مقدار النزول هذا هو الدفليكشن واضح الفرق بين المومنت و الدفليكشن المومنت هو قوة في مسافة اللي هو يسمونا يعن料 العزم الدوران او تأثير القوة في تأثير القوة على طول مسافة معينة سببت نزول الجسر الى مقدار معين هذا يتسمى مومنت يعني قوة ضربت الجسر في منطقة معينة سببت نزوله لمقدار معين المقدار يتسمى دفلكشن القوة مع المسافة المؤثرة تتسمى مومنت هذا الفرق بين المومنت والدفلكشن السؤال الأخير ليش إذا كان الشير يساوي صفر يكون مومنت أقصى قيمة الجواب سهل على نفس الرسمة اللي يتكلم فيها هني راح أمسح بس بعض الأمور ماحتاج هذا الشغل الحين راح نتكلم هني نجاوب هدا هي آخر نقطة ليش إذا كان الشير يساوي صفر المومنت يساوي ماكسموم راح أمسح الجسر نفسه راح أرسم بشكل سريع رسمة الشير والمومنت بس عشان أوضح لك على نفس الجسر إذا كان مؤثر بقوة بهذا الشكل راح تكون عندي رسمة الشير راح يكون صاعد لفوق مااشي لأسفل نازل داخل ورسمة المومنت راح تكون له راح يكون للأسفل الأسفل يتسكر معي طبعا هدا خط مستقيم هذا خط مستقيم مستقيم مافي ميلان ما عليكم الرسمة هني راح يكون عندي بوزيتف هني نيكتف طبعا هني بوزيتف مومنت هادي رسمة الشير هادي رسمة المومنت إذا جيت أحلل الشكل لاحظ معي السؤال يقول لك ليش في منطقة الزير وشير طبعا لحد يلتبس عليه الأمر يقول لك والله هادي مو زيرو هادي لها مقدار وهادي لها مقدار لا لاحظوا أنه يشير صاعد مشا كسر ووصل منطقة الصفر صفر زير وشير هادي منطقة زير وشير فهذّه المقدار اللّو هذّ الله يفوك هو تأثير منطقة ماق قبل نقطه هذي تأثير منطقة هذى و المقدار الانزول هذي تأثير الملطقة ماق قبل هنزول هنى أما تأثير النقطة تأثير بالضبط هي تساوي صفر استوقع بالنقطة هذه فبالتالي الزيرو شير دائماً يقابل momentsım أعلى قيمة ميمن تنظيم السؤال ليش الليش الزيرو شير يساوي أقصى قيمة ممات نرجع لنفس الامر بس شوي خلنا نزل رسم هذي للتحت معاي كان عندي قوة هني قلة اوكي وان كانت قوة ay مقدارها لاحظ مساعة شنو قلت لكم قلت لي اذا جيت احسب المومنت في النقطة هذي او اعرف مقدار النزول في هذي المنطقة او فعليا يعني تأثير المنطقة هذي شنو صار فيها رح يقول ان ال ay اثرت في المنطقة هذي اوكي اذا جيت بحسب النزول في هذي المنطقة رح يقول ال ay اثرت في المنطقة هذي اذا جيت احسب نزول في هذي المنطقة رح يقول ال ay اثرت في المنطقة هذي لاحظ لان ما في عندي اي قوة ثانية لكن لو جيت اقول شنو مقدار النزول في هذي المنطقة لا رح اقول ال ay دارت بهذا الشكل واثرت في المنطقة هذي ودخلت عندي القوة الموجودة هني اثرت بهذا الشكل مستوى بالفرق صارت عندي قوتين اذا جيت في المنطقة هذي رح اقول ال ay اثرت في هذي الشكل وعندي ال b اثرت بهذا الشكل لحد ما أوصل للنقطة الأخيرة راح أقول الAY أثرت في هذا الشكل والB أثرت معي في هذا الشكل مستوعب الأمر فشنو الفرق ساب في المنطقة هني الأولى كان التأثير عندي بس AY بعد ما دخلت عندي القوة وجيت أحلل في المنطقة هذي صار عندي دخول الAY معاي على الخط ودخول القوة الموجودة على الخط باتجاهين متعاكسين لاحظ باتجاهين متعاكسين شنو يعني باتجاهين متعاكسين يعني في شي قاعد يردني راح أعطيك مثال بسيط سريع قبل لا أبلش لو كانت عندي سيارة ما علي رسمة سيارة كانت عندي سيارة وانت جيت أثرت بقوة F ممتاز السيارة راح تمشي للجدة راح تكون قوتها راح تزداد مع الوقت واحد زاد اثنين زاد ثلاثة راح تزيد سرعتها صح لا حد ما توصل إلى أمر معين على فرض أنك وصلت كانت واحد زاد مشت بعدين اثنين بعد فترة صارت سرعتها ثلاثة بعد فترة صارت سرعتها أربعة بعد فترة من الزمن إجا شخص ويؤثر عليك بجهة عكسية أوكي بقدار F2 السؤال الذي يطرح نفسه شنو راح يصير في سرعة السيارة هل راح تتكمل خمسة ستة ولا راح تصير ثلاثة اثنين شن راح يصير طبعا يعتمد على القوة F2 أوكي على القوة F2 إذا كانت القوة F2 أكبر من F حسب أو إذا كانت القوة F2 مساوي القوة F1 أو إذا كانت القوة F2 أصغر من F1 كل هذه حالات مختلفة بس بشكل يعني عام إن القوة ما راح تضل مستمرة بزيادة مثل واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لا ممكن تقول يعني تصير أربعة وشوي أربعة مثلا فاصلة خمسة أو راح ممكن تكون ثلاثة اثنين واحد إذا كانت القوة F2 فشنو راح يصير معي وجود القوة بعكس الاتجاه قللت سرعة السيارة بسبب يعني نقول تأثير الحركة هذا يضغط بهذا الاتجاه وهذا يضغط بهذا الاتجاه في الحالة الأولى كان هذا يضغط الحالة فالسيارة قعد تمشي يعني ازدياد طردي لكن بس دخل عندي F2 قللت قللت حركة السرعة نفس اللي قاعد يصير هنا عندي في هذه المنطقة لاحظ معاي في الربع الأول أو في النصف الأول تأثير عندي القوة فقط الـ AY فعندي المومنت في ازدياد شوف المومنت قاعد يزيد قاعد يزيد قاعد يزيد عندي لحد ما وصلت نقطة الشير هذه اللي هي النقطة هذه اللي هي عندي دخلت القوة الثانية شنو سببت بالشير اكسرت الشير خلتها ينزل لتحت من الموجب انتقل إلى السالب شوف قيرت الاتجاه شنو معنات القوة الثانية القوة الثانية بالضبط هي نفسها الـ F2 أنا كنت أول شي شقال بالـ F1 اللي هي تمثل الـ AY شوف قاعد تمشي السرعة لما وصلت إلى نقطة معينة دخلت عندي القوة الثانية في عكس الاتجاه اللي هي الـ F2 طبعا عكس الاتجاه لأن الـ EY نفس الشي سنتمشي القوة بازدياد 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 لحد ما توصل قوة مقدار معين زي رح تدخل عندي القوة الثانية بعكس الاتجاه شن رح يصير بالقوة راح تنزل 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 هذا المقدار عكس الاتجاه هو اللي نسميه الزيرو شير هو اللي صار عندي قوة قوة ثانية في عكس الاتجاه فهني المومنت يساوي دائما ماكسيمم في المنطقة اللي فيها زيرو شير يعطيكم العافية